العامري فاروق في صدمة يعني ليه؟ هو الراجل في بداية الأزمة بتاعته الأهل يوقف معه جد وعمل بيان وعمل بتاعه وبعدين هو العامري شايف أن الأهل بيعمل بيانات في أي حاجة لدرجة أن أحمد مجاد لما قال ليس كل ما يعرف يقال الأهل جاري أما عمل بيانة تدبيس اللي أنتوا عارفين العامري فاروق كان عنده قضية شاف مبارح والأول مبارح وتأجلت اليوم 2 يناير وهو حاسس أنه في تجاهل من إدارة الأهلين ما بتدعمهش بالشكل اللي كان زي أول ما بدأت القصة بتاعته تعارفين هو الراجل مجمد دلوقتي منصبناه برئيس النادي مجمد والقصة حنا تكلمنا فيها كتير بتاعة البند بتاع اللايحة وجمال العومية كل الكلام ده خلص تكلمنا فيه كتير لكن الراجل فوجئ كان الأهل يعمل أول اجتماع هوريك الكرس الفاضي ده أول اجتماع ده الكرسي أقوم يا جماعة أشاور ولدته بين الكرس الفاضي يعني ده الكرسي الفاضي بتاع العامري فاروق الكابتن عامري فاروق نائب رئيس النادي فالأهلي حط كرسي فاضي فقلنا ده والله تقليد لطيف جدا من نادي الأهلي الاجتماع الأخير الصورة بتاعته مفيش كرسي للعامري هتا قاد بقى كرسي التانية الصورة التانية أهي قاعد المهندس خالد مرتاجي على يمين الكابتن خطيب على شماله الدكتور سعد إن شاء اللي بيودم الموقع الرسمي بتاعت الأهلي مش احنا مش داخلناش صورناها في الخباسة يعني فالرجل بدأ جدا من القصة دي إنه اعتبر ده تجاهل لأنه هنا فيه رمزية يعني فكرة الكرسي الفاضي اللي موجود هو العامري مش هستفيد منها حاجة يعني إن الكرسي فاضي لكرسي مليان فارقة إيه يعني لكن هي رمزية بتطلع دايما للرأي العام وتطلع دايما للجمهور إن احنا معتزين بدل عامري يستبر في المجلس بدليل اللي احنا سيبين الكرسي بتاعنا بالرئيس فاضي فمسألة هو مستقمنة جدا كمان هو مش موجود في قطر ده تقال إنه هيتوجه له الدعوة ده ده اللي بقول كده أنا اللي أنا عارفه إنه تقال إنه هيتوجه له الدعوة من اللجنة المنظمة عشان يسافر عشان يشعروا إنه هو موجود حتى لو اسمه مش في قرار الوزيري لكن هيوجه له الدعوة ويبقى موجود برضو معهم عادي ما فيش ايها مشكلة خالص لكن ما سافرش فدي الحقيقة عاملة صدمة للكابتن عمري فاروق ومستق جدا من هذا التجاهل وأنا بقول لكم علومات من المقربين منه جدا